دائما اتكلمت في بداية الحلقة على ملف التحكيم اللي ما بقيناش عارفين الحقيقة انا شخصيا دائما بحاول وانا بتكلم على الحكام المصريين او على حكم مصري ان انا دائما اكون بحاول حتى رغم الاخطاء المباشرة اللي تسببت في اوقات كتيرة جدا لفقدان سيل من النقاط الواحد دائما حريص على سمعة التحكيم المصري في النهاية وجزء اساسي عمود خيمة زي بيقوله وجزء رئيسي من نجاح المنظومة اللي بقت الحقيقة يعني بتعاني على كل مستويات سمعة الدوري المصري على المحك كلام ده حقيقي لأسف تصريحات غير المسؤولة والاتهامات والاعتذارات كلام ده كله الحقيقة بيسيء اجمالا للدوري كله مش للاعب بعينه او لفريق بعينه ضيف على كده الشكوى اللي بقت جماعية والاهلي النهاردة خاطب اتحاد الكرة بسبب الاخطاء اللي حصلت او تكررت في مطشط الاهلي الاخيرة واخيرها مبارات المصري واللي بتأثر بالتأكيد على نزاهة التحكيم من ناحية وصمة التحكيم من ناحية وبتأثر على عدلة المنافسة على فكرة تكافؤ الفرص فنتمنى نتمنى انه يكون فيه ارادة حقيقية لازم يبقى فيه غيرة من حكام مصر على سمعة التحكيم المصري وماعتقدش انه فيه حكم ممكن يكون بيحبه او بينتمي النادي وانا عارف انه عشان برضو ما نزلمش الناس اخطاء كتير جدا نتجة عن قصور في المنظومة ما فيهش شبهة فساد لكن فيه اخطاء تانية الحقيقة اصبحت فجة وبتخلي الجماهير الحقيقة تبقى فيه غاية الاستياء وتخلي الجماهير تتبنى نظرية المؤامرة واحنا فيه يعني فيه امس الحاجة ان احنا نبعد عن الاجواء دي اجواء الشحن دي مش هتضيف ولا هتفيد بقى شكل من الاشكال طبعا طبعا تدريبات النادي الاهلي نهاردة مع كريم من شوية وزي ما قلتلكم يعني الاقرب طبعا للتواجد حتى لو فيه جزء من المباراة ممكن يكون طهر محمد طهر اشك انه عبد المنعم يكون موجود بكر اعتقد انه جاهز الفني ممكن ما يغمرش به خصوصا انه كنت رايح على مباراة الزمالك بعد كده ومن بعدها كاس العالم وعبد المنعم واحد من اهم اللعيبة في خطة فع النادي الاهلي فبالتالي ما اعتقدش انه ممكن حتى لو جاهز ما اعتقدش انه ممكن يكون ظاهر بكر لكن اللي موجود يسد وانا الحقيقة مش عايز خصة متولي تاخد اكبر من حجمها يعني حتى لو لابن مواطش الزمالك بربيعة ومغربي او ربيعة وياسر ابراهيم او رجعت هاني او دخلت حمدي فتحي حتى اعتقد انه مفيش ازمة كبيرة مش عايز اقول ما نكسرش بس يعني ما كنتش بنعمل تأثير سلبي على لعبتنا مواقف اصعب بكتير جدا متولي طبعا لعيبها لعيب مهم جدا وقيمة جدا وانا بحب متولي وبحب امكاناته جدا بشوفه مدافع عصري وبالتأكيد عدم التواجد في مباراة مهمة زي الزمالك يعني شيء ما اتمنهوش لكن في النهاية ده ما اقللش ابدا من بقية الاسماء اللي موجودة واتمنى الحقيقة كمان يعني في ظل المراكز اللي احنا متكلم على ان فكرة انه يكون فيها دعم طب ليه ما نشوفش لعيب زي رجدان ليه ما نشوفش لعيب زي رقفة خليل يجربوا مثلا هاللعيبة الصغيرة اللي كانت صغيرة في يوم العيام اتولدت في مطشات كبيرة زي كتا ممكن ارجع لكم بالتاريخ وقول لكم اسماء بقوا عتاولة عتاولة بمطشة اهلي وزمالك رقفة خليل ممكن ياخد رجدان ممكن ياخد يعني في اسماء دي لعيبة اهلي في الاخر وصلت لانها بقت لابسة تيشرت النادي الاهلي فبالتأكيد امكانياتها تسمح لها اه مطشة صعبة ومطشة مهم لكن في النهاية لعيبنا مطشات اصعب من ده يعني اصعب من مطشة زي بالك مئة مرة في غياب مش اسمه ولا اتنين في غياب سبع وتمن اسماء وعملنا مطشات كهازة جد طيب ايه قصة كهرباء بقى عشان طبعا انتوا عارفين انه ايقاف كهرباء انتهى بتاريخ 11 يناير هو كان موقوف من قبل الفيفا لمدة 6 شهور فالاقاف ده من 11 يونيو ينتهي في 11 يناير عشان الاهلي يتأكد من موقف كهرباء بشكل رسمي رغم انه طبعا احنا عارفين انه مجرد انتهى الايقاف من حقه انه يشارك لكن الاهلي فضل انه يمشي فيه او يتبع القطر القانونية ويخاطب اتحاد الكرة المصري يستفسر فيه هالكهرباء مسمح له مشاركة وغلى مش مسمح له فزي ما حدتكم شافين خطاب اللي ظهر على الشاشة من الاتحاد المصري لكرة القدم موجه للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيأكد فيه اتحاد الكرة القدم المصري على قانونية على قانونية مشاركة كهرباء ده معنى ايه؟ معنى انه كهرباء بكرة ممكن جدا يكون بيلعب في مباراة سموح وجدا جدا ممكن يكون بيلعب في مباراة الزمالك والاكيد لانه طبعا الاتحاد الكرة ما عملش كده او ما ارسلش الخطاب ده من نفسه او يعني حسب ما هو ارتاق الشكل القانوني لمشاركة كهرباء من عدم ده بالتأكيد رجع للفيفا والفيفا بلغوا انه من حق كهرباء المشاركة وبالتالي كهرباء قانونيا من حق يشارك مع الاهلي سواء في الكاس او في الدولي او حتى في بطولة كاس العالمي غير لما لجلت الانضباط بقى تنعقد في حدود علمي هتنعقد في بدايات فبراير هتاخد يوم 2 فبراير واتقرر بقى اذا ما قررت بعد كده انها تجدد فترة الايقاف ولا يستمر في اللعبة مع الزمو بدفع الغرامة ولا ايا كان لجلت الانضباط هتشوف ايه لكن ده معناه كمان انه الاهلي ممكن يلعب مع او كهرباء ممكن يلعب مع الاهلي في مباراة الاهلي في مشوار كاس العالم في الواحد من فبراير فده اخر تطورات ملف كهرباء